هذا فيما أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية ناموسكو بدأت في إجلاء السكان من منطقة في مقاطعة زابيروجيا ولفت المتحدث إلى أن السلطات الروسية تمارس ضغوطاً على السكان لإجبارهم على مغادرة المنطقة الروس يجرون عمليات إجلاء للسكان المحليين من منطقة توكماك في إقليم زابوريجيا العمليات تتم في اتجاه برديانسك من بين الخاضعين للإجراء الأطفال والمدرسون كما تم تهديد الأباء بعدم احتساب العام الدراسي لأطفالهم حال رفضوا المغادرة هناك طوابير أمام محطات الوقود في المنطقة ومسؤولون تلك المحطات أبلغ السائقين بعدم وجود خطط لتسليم المزيد من الوقود لهم